من خلال أملك شنو أكثر الحالات اللي تتجيك تتأدي إلى الطلاق؟ والله يعني أكثر الحالات هي الزواج القاصرات هي زواج القاصر اللي هي يعني أكو أكو وهي حالات أن الأب أو العائلة زي مو هناك قانون يمنع زواج القاصرات؟ مو هي هنا الردع الردع شنو؟ الردع المفروض يكون أعلى من هذا المستوى اللي احنا سواصلي له نعم احنا سواصلي له لأنه هو زواج القاصر أو هو أساساً الزواج خارج المحكمة يعتبر جريمة يعاقب عليه القانون لكن تنفيذ هذه العقوبة حالياً مو رادعة اللي حتى نحد من هذا الزواج زواج القاصرات المادة 10 على 5 من القانون الحوالي الشخصية منفذة وعملين بها القضاة لكن عندما تحالي يعني هي جريمة عاقب عليه قانون دعوة تصديق زواج خارجي تقام بالمحكمة تحالي لها محكمة يحالي زوجي لها محكمة التحقيق وبدورها محكمة التحقيق تجمع لديل كافية وتطلب من هذا الشخص أنه يحضر شاهد أنه هذا الزواج تم في فلان تاريخ وفلان يوم يوم وتحيل إلى محكمة الجنح وبالتالي محكمة الجنح دورها أنه يعني تنطي عقوبة المناسبة لهذا الفعل فبالتالي احنا حالياً يعني العقوبة أغلب العقوبة لأنه هي غرامة ماك عقوبة رادعة قوية وهي حتى نرجع عن نفس النقطة اللي نقولها لازم أعضاء مجلس النواب لازم يشرع يعني مشرعاً وإنما يحددون على القانون العراقي على فقرات القانون العراقي وبالتالي حتى يتناسب ويالوضع الحالي زيان أريد أسأل حضرتك خليني أعود إلى موضوع أنه تطرقت للإنفاق في حال امتناع الرجل عن الإنفاق متى يحق للمرأة المطالبة بالنفقة بعد ستين يوم نعم بعد شهرين 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 هاي في حال أنه يطلقها أو لا 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 إذا هي يعني هاي ستين يوم تعد الزوجية قائمة مدام الزوجية قائمة والزوجة طالبة بالنفقة نعم يعني من دور الزوج أنه يوفرها لنفق أمانته أو يتفعلها لنفق أمانته لازم أقل من هاي المدة يعني هي لازم تبلغ التنفيذ سبعة يام أو مرة ثلاثة يعني ثلاثة يام أو سبعة يام لازم يحضر للتنفيذ يدفع عن نفقه إذا هاي المدة عبرت وما دفع عن نفقه من حق الزوجية أنت طالب التفريق خلال ستين يوم وراء ستين يوم لها حق الطالب التفريق والمحكمة راح تحكم لها بالتفريق كذلك الموضوع هذا ينطبق على أولادها في حال مطالبتها للأولاد بالنفق متى يحق لها؟ نفس المطالبة أيضا ستين يوم في حال ما أنفق على أولادها؟ هي نفقة يعني هي نفقة نفقة وحدة نعم لأم هو أكون نفقة للزوجة وأكون نفقة للأطفال؟ هي نفقة وحدة تقسم إلى الزع نفقة للزوجة في فترة الزع نحن نسميها نعم يعني فترة خروع مثلا راحة البيت أهله وبعد ما زوجها ما نفق عليها نعم هذه تحسب النفقة الماضية ونفقة المستمرة اللي هي بعد إقامة الدعوة وبالتالي نفقة الأطفال من ضمن هي تقام بدعوة واحدة نفقة الأطفال نعم وبالتالي حتى هي ما من حق أن تتنازل عن نفقة الأطفال نعم يعني المحكمة تنظر هذا الموضوع نهوية نعم لا من حق أن تتنازل عن نفقته بس من حق أن تتنازل عن نفقته هي